ما يزال البحث عن حلول للذائقة المالية التي تعصف بالبلاد مع كل هبوط جديد في أسعار النفط مستمرا وأكثر ما يطرح اليوم من أفكار ومعالجات لتجاوز هذه الأزمة يتعلق بالاقتراض من احتياط البنك المركزي وهي خطوة لم تخفي اللجنة المالية النيابية خطورتها في حال إقدام الحكومة عليها أعتقد أن موضوع الاحتياطي موضوع مطروح لكن نقدر نحتبر آخر المطاف بالتأكيد الاحتياطي ما ممكن الحكومة تصره بإلا بموافقات من الجهات التشريعية والبنك المركزي لكن الخوف أنه مجرد المساس بالاحتياطي سوف يفتح شهية الحكومة للإقتراض أو للأخذ من الاحتياط وبالتالي سوف نشهد انخفاض الاحتياطي بشكل كبير لذلك هذا ما محبث حتى من قبل الحكومة نفس وفي خضم الحديث عن صعوبة الاقتراض الداخلي وتأثيراته تؤكد اللجنة الاقتصادية تقديمها خطة شاملة للحكومة لمعالجة الأزمة المالية من أبرز جوانبها التركيز على الاستثمار الذي أقر مجلس النواب قانونه في وقت سابق هناك خطة وهناك دراسة وهناك عقدنا أكثر من اجتماع في لجنة الاقتصاد والاستثمار أعتقد العراق بصورة عامة قانون الاستثمار قانون مهم ونحن نأسف لعدم ترويج هذا القانون المستثمر الأجنبي وكذلك المستثمر العراقي يجب أن يروج لهذا القانون نحن على مدى أكثر من تسعة أشهر قمنا بعقد الكثير من المؤتمرات الكثير من اللقاءات مع الخبراء مع المستثمرين مع الاقتصاديين من جميع دول العالم وقمنا بأنضاج قانون استثمار يخدم العراق بصورة كبيرة ويخدم المستثمر لكن لحد الآن أكون تخوف من المستثمرين يعني عقدنا لقاته مع بعض السفراء لا يعلمون ما هو التعديل في قانون الاستثمار إذن واجب الحكومة أن تروج لهذا القانون ويبقى هبط أسعار النفط بمثابة جرس إنذار يطرق في كل مرة يتدنى فيها سعر البرميل عالميا في ظل اقتصاد يعتمد على النفط كمورد رئيسيا من بغداد صالح طيب المدى